السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد عن طريقة الإيضاع الإلكتروني لملف الترشيح أولا وقبل كل شيء الضغط على مرفقة الطلب ثم بعد ذلك الضغط على إضافة مرفق ثم رفع كل وثيقة في مكانها ونرجو هنا أن تكتبوا أسماء الوطائق مثل الالتزام يعني نديره بالالتزام كذلك الإجازة يعني نسميها كPDF بالإجازة باش ميكونش غلط ثالثا الرجوع لصفحة معلومات الطلب حتى أرجع لصفحة معلومات الطلب عاش نضغط على إدامة لف الترشيح يعني ومن الأحسن يكون في الباسة يعني الإنسان يستخدم الحاسو ماشي الهاتف لأن الهاتف قد تلقوا بزر ديال الأيقونات مفقودة أو قد تلقوا مجموعة ديال المشاكيل كما وقع في المصارقة ما قد تلقى شكيف يشترتب يعني العملات والأقاليم بالنسبة للاختيارات الموالية على ذلك العملات اللي اختارته ثم بذلك تنتهي عملية إيداء الملفات إلكترونيا بعد تأكيد الإرسال والتوصل بأيقونة خضراء يعني كتطلع لكم واحد لأيقونة خضراء فيها تم تحميل مرفقات الطلب بنجاح أوكي واحد لأيقونة خضراء كيف يمكنكم فيها بحالك تم تحميل مرفقات الطلب بنجاح وغد تلاحظوا أن وضع الطلب تغيرت إلى عبارة ملف الترشيح محمل من طرف المترشح وكذلك بعد فترة ستتغير غالباً 48 ساعة ستتغير وضع الطلب إلى مصادق عليهم طرف المديرية وغادي تلقوا على الشكل هذا اللي غادي نصور لكم وغادي تلقوا به هذا الوضع يهدي يعني وضع الطلب مصادق عليه من طرف المديرية الإقليمية وهنا لمن يسأل عن باش يسكاني الوثائق كيلي كيسول واش نصخ واش شهادات الأصلية نعم هي شهادات الأصلية بسبب شهادات الإيجازة والبتاقة الوطنية وباش تسكاني هو كيف قلنا سابقاً كام سكانر يعني هو التطبيق اللي ممكن أنك تسكاني به جميع الوثائق وربط على الحال كتولي هي نصخ يعني مجرد ما كتردها بيدي آف لكتولي نصخة يعني من الأحسن أنه تسكاني جميع هذه الوثائق خصوصاً الإيجازة والبتاقة الوطنية كون الأصليين مش ينصخ لأنه ما عنده تشي دور أنك تدير فوتوكوبيوت وتسكانيها ما عنده تشي دور مهم هذه تقريباً الأسئلة اللي كانت مطروحة مؤخراً هذه هي الطريقة الصحيحة وهذه النقطة التي يجب تتبعها ومن الأحسن من الأحسن يكون حسوب وبالنسبة للمشكلة صادف مجموعة من المترشحين والمترشحات هو قضية المعدل هذا الأمر هذا يخلق شو يدي الوحد الإشكال يعني ما يقدرش واحد يعتكوا واحد الجواب صحيح يقولك لا غير سكاني الوثائقة ولو أن المعدل ما صحيحش يعني هنا أنصحكم بالالتحاق بالمديرية اللي في مدينتكم ولا في العمالة ديركم وتصلحوا الغلط لأنه لا بد أن يصلح الغلط ولو يكون في الإسم يعني فيش مكان في أي شيء يعني ضروري التحاق بالمديرية أيضاً لاحظت سؤال آخر يعني يتكرر بزاف هو أن البعض قام بتحميل التزام بدون الإنضاء هذا الالتزام هو كل شيء يقدروا يتسامحوا في أي حاجة إلا هذا الالتزام بالضبط لأن في هذا الالتزام كنت تقول لهم أنني قابل كل متعاقد وبهذا الالتزام كنت تقول لهم أنني قابل كل الشروط المجحفة لكي نفتعاقد يعني هذا هو بيت القصيد يعني علش ضير هذا المباراة كاملة هو هذا الالتزام يعني الإنسان اللي قام بإدع الملف بدون الإنضاء على هذا الالتزام يعني رام مرفوض مئة في المئة لهذا وجب الانتباه لذلك الالتزام يعني ضروري لأنني شدت معظم مترشيحين ومترشيحات تقول لكم أن نسيت ما مسنيت ولن نسيت ما درس ومدرس يعني رام الضروري جدا مهم تحياتي لكم وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق وربي يسرع